بنتكلم على ايدنا تكلم ودي اخبار منشورة وحتى تقدر تتبعها اكبر المكاتب الاستشارية العالمية بدأت فيه اعداد مخططات مدينة راس الحكم يعني بدأنا نشتغل القصة مش في انه طيب اتعامل الاتفاق وبعدين سكتنا لا 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 ده احنا بدأنا نشتغل واجتماعات بتتعامل وحضراتكم شفتوا وزير الاستثمار الاماراتي السيد محمد السويدي وموجود وزير الاسكان المصري دكتور عاصم الجزار وموجود رئيس الحكومة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يعني الحاجات بالمناسبة بتتعامل قدام حضراتكم عيانا بيانا ادي الاجتماع ادي الاجتماع ده اجتماع شركاء النجاح ده اجتماع شركاء المستقبل قدام سيادتك مش بقولك حاجة في البعيد مش في الركن البعيد الهادي وفي نفس المكان في النادي اهو حضراتك شايف قدامك الاجتماع الشاركين الطرفين الشقيقين كله قاعد وبيتكلمه طيب معنا على التليفون دكتور محمد البهواشي واستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس وطبعا الخبير الاقتصادي المربوق اهلا بيك يا دكتور يا اهلا وسهلا بني فن ازاي الصحة كله تمام نحمل الله على كل حال الحمد لله لا ده احنا مبسوطين بوقت حضرتك معانا دكتور محمد عايز يمكن حضرتك تشرح لنا او تحلل لنا اهمية مشروع استثماري بحجم مشروع راس الحكمة عندما نقول انه مهم للاقتصاد المصري مهم للسياحة المصرية مهم للصناعة مهم للزراعة الى اخيره دكتور محمد الخطة اطعام طيب على كل لما هتيجي تفكر بالراحة ودون ان ندخل حتى في تفاصيل قد لا اعلامها في النهاية خالص احنا ما عندناش نصوص الاتفاق يعني لكن في النهاية في كل ما اعلن بيقول الاتي احنا بنعمل مخطط ضخم جدا لهذه الاستثمارات طيب هذا المخطط بطبيعة الحالة لما انت تيجي تبص على الخريطة ودي اي حد يقدر يعمل هتيجي تبص على المنطقة بتاعة راس الحكمة وهتروح باصص قدامها كويس او تحتها تحديدا في الجنوب هتجد ان في مشروع ضخم جدا زراعي عملاء مصر وبتشتغل عليه بقالها سنتين هتلاقي انه في مجمعات صناعية معمولة ايضا هتجد انه هناك ارتباط ما بين راس الحكمة بالتأكيد وما بين مدينة العالمين الجديدة اللي تبنت فيها جامعتين كبريتين منها جامعة العالمين الاهلية ومنها الاكاديمية البحرية او الاكاديمية العربية ده على سبيل المثال فانت بتتكلم على كل الطرق على سبيل المثال البرية العادية اللي هي طرق السيارات 10 حرات يمين 10 حرات شمال توصل لحد راس الحكمة في عندك قطار كهربائي فائق السرعة يوصل ايضا الى هناك بيتعمل هناك كمان مطار في جنوب المدينة يعني انت بتتكلم هناك على نسق مدينة نموذج لمدينة مش بنتكلم على مجموعة من القرص زيحية الموضوع كبير